طلاب وطالباتي يجي للألفين وثمانية يا مرحبا معكم الأستاذ أوسل عزة مدرس مواد اللغة العربية على موقع وتد التعليمي لقاء أول جديد يتجدد إن شاء الله معاكم وفيكم بشرح مادة اللغة العربية على المنهاج الجديد إن شاء الله تكون سنة خير وتحقيق الأحلام لكم بإذن الله تعالى رح نحكي اليوم بقاعدة جديدة نوعا ما عليكم هي بعنوان أسلوب الطلب قبل ما أبدأ بس بالحديث عن القاعدة أرجو من الجميع شباب وصبايا إن شاء الله نحكي بقروبات المادة إن شاء الله رح تكون على رقم الواتساب 079-50-74 اتواصلوا معنا وابعتونا اسمكم والجيل اللي أنتم منه عشان الشباب يدخلوكم على القروبات في الإضافة لصفحتنا على الفيسبوك جروب طلاب الأستاذ أو العزة اللي هو أنا يا جماعة درسنا اليوم هو حكينا بعنوان أسلوب الطلب وجوابه المجزوم أسلوب الطلب وجوابه المجزوم للأمانة للأمانة هاي القاعدة يمكن أول مرة بتمر عليكم فصار علينا لزام عشان نفهمك هاي القاعدة بشكلها الصحيح نبداها بتسلسلها المنطقي الصحيح فالفكرة اللي بدي أحكي لك إياها إنه هذا الدرس أو هاي القاعدة رح نقسم لك إياها لأكثر من فيديو لأكثر من جزئية لتسهيل الموضوع إليك صدقا الدرس في النهاية رح تفهمه بكل بساطة وتشوف كديه هو سهل لكن عشان نصل لهاي المرحلة لزام علينا إنه نقسم الفيديو لمجموعة أقسام القسم الأول رح يكون حديث عن مدخل لفكرة الجزم بشكل عام بعدين رح أحكي لك بالجزء الثاني اللي هو عن مفهوم الطلب والأركان الرئيسية اللي بتكون منها أسلوب الطلب بعدين رح نيجي نحكي بجزئية الإعراب بشكلها التفصيلي فنبدأ مع بعض على بركة الله بما إنه يا جماعة الخير الدوسيات لسه مش متوافرة بالمكتبات لأنه بصراحة هي شبه جاهزة لكن بنستنى بذليل المعلم لسد بعض الثغرات الموجودة عندنا نبدأ على بركة الله بدرسنا فيا جماعة لو سمحتوا شباب وصبايا جيل الألفين وثمانية لو سمحتوا جيب لي دفتر جيب لي قلم وأكتب معي بإيدك كل ملاحظاتك اللي رح نحكي فيها ونبدأ على بركة الله بدرسنا اللي هو بعنوان أسلوب الطلب وجوابه المجزوم اتفقنا بالجزء الأول بدنا نعمل مدخل بدنا نعمل تمهيد للدرس لأنه أول مرة بأمر عليك أنت أخدته ما أخدته بس خليك خليك معي يا جماعة كنا بنعرف أنه الفعل باللغة العربية وفي عندك فعل ماضي وفي عندك فعل مضارع وفي عندك فعل أمر في عندك من ناحية عربية أفعال مبنية وأفعال دوشة أنا بديك تفهم علي التالي أنا الجزئية اللي بحكي فيها حاليا بحكي عن الفعل المضارع المجزوم الفعل المضارع المجزوم اللي بديك تعرفوا أنه في عندي حالات باللغة العربية بجزم فيها الفعل المضارع الفعل المضارع نعم والفعل المضارع يجزم بثلاث حالات بجزم بثلاث حالات واحد إذا جاء بعد أداة جزم أو إذا جاء بعد أدوات الشرط الجازمين لفعلين هاي اللي بتشكل لنا أسلوب الشرط هذا أعتقد مش أعتقد أخذته السنة الماضية بصف عاشر بدنا نثبت لك المعلومة والحالة الثالثة اللي هو درسنا إنه يجزم الفعل المضارع إذا جاء وين في جواب الطلب عشان نفهم فكرة جواب الطلب يجب علينا إنه نفهم الحالتين الأولى والثانية يلا نبدأ فيهم على بركة الله الحالة الأولى من حالات جزم الفعل المضارع يا جماعة الخير إذا جاء الفعل المضارع بعد أدوات الجزم بس للتنويه بالجزء الأول ما رح أحكي بالإعراب أنا لستاتني بحكي بالدخل بالمفهوم رح أخلي مفهوم الإعراب لفيديو أو لجزئية خاصة في الجزء الثاني أو الثالث من الفيديو متفقين نرجع حكينا الحالة الأولى اللي بنجزم فيها الفعل المضارع إذا جاء بعد أدوات الجزم وهدولا لزام علي أني أحفظهم شو هم أدوات الجزم أربعة لم ولما ولام الأمر ولا الناهية إذا جاء بعديها فعل مضارع يا شباب ويا صبايا الفعل المضارع عندي هون يجب أن يكون مجزوم متفقين بعد أي أداء من أدوات الجزم الفعل المضارع بكون فعل مضارع مجزوم شوفوا الأمثلة هون لم يتهاون الطالب في صلاته لا تنسى واجباتك المدرسية لا تتهاون في صلاتكم فرجونا على الفعل يتهاون فرجونا على الفعل تنسى وتفرجونا على الفعل تتهاون يا جماعة هدول الأفعال هدول الأفعال عبارة عن إيش عبارة عن فعل مضارع مجزوم طبعا الأول مجزوم بالسقون والثاني مجزوم بحذف حرف العلة والثالث مجزوم بحذف النور ما بدي أحكي بإعراب افهم علي بس الفكرة الأساسية الآن هدول الأفعال يتهاون وتنسى وتتهاون هدول عبارة عن أفعال مضارعة مجزومة السؤال شو سبب جزم هاي الأفعال المضارعة؟ هذا سؤال يعني هذا المدخل بيخليك تجاوب على سؤال مركزي سؤال أساسي من أسئلة الكتاب شو سبب جزم الفعل المضارع بالأمثلة هون؟ بكل بساطة تحكي لي لأن أو لأن الفعل لأنه مسبوق بأداة جزم موضوع بسيط بس آآ آآ يعني في غاية من ورا الفكرة من تقسيمة الدرس بما أنه شفنا فعل مضارع مجزوم معناته أكيد بدي يكون مسبوق بوحدة من أدوات الجزم اللي بدنا نحفظهم لم ولم 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 الأمر ولا الناهية فكرة أولى بسيطة مدخل للجزئية الثانية اللي في غاية الأهمية يلا نبدأ فيها الحال الثانية يا شباب ويا صبايا الله يعطيكم الصحة والعافية كبروكم كان الله في عونكم الحال الثانية اللي بنجزم فيها الفعل المضارع إذا جاء الفعل المضارع بعد أدوات الشرط الجازمة لفعلين ما هو أستاذ الفعل المضارع؟ يعني الأدوات الجزم شو قصتها؟ أدوات الجزم تقسم لقسمين في عندي أدوات جزم لفعل واحد اللي هي اللي أخذناهم فوق لم ولما ولا من الأمر ولا الناهية هذولة أدوات آسف أدوات جازمة لفعل واحد أدوات الشرط الجازمة هاي أدوات تجزم الفعل أو تجزم فعلين مبدئيا تجزم فعلين لو سنسميهم فعل الشرط وجواب الشرط تعالوا الفطح لهم إذن بعد أدوات الشرط الجازمة لفعلين بكون الفعل المضارع مجزوم شو قصة أدوات الشرط الجازمة لفعلين؟ هاي يا جماعة اللي بتشكل لنا ما يسمى بأسلوب الشرط اللي أخذناها السنة الماضية أسلوب الشرط ضروري تعرف إنه بتكون من التالي بتكون من أدات شرط جازمة مبدئيا فين أدوات غير جازمة أنا بحكي عن الجازمة أدات شرط جازمة بعديها بدي يكون عندي فعل الشرط وبعديها جواب الشرط فعل الشرط وجواب الشرط هدولا بكونوا مجزومات ليه؟ لأنه في قبلهم أدات الشرط الجازمة أذكركم فيهم سريعا أدوات الشرط الجازمة لفعلين تقسم إلى قسمين لحرف ومجموعة أسماء حرف الشرط الجازم بدك تحفظه وتميزه هو إن أداة الشرط الجازمة أو حرف الشرط الجازم هو إن وما عداها بنسميهم أسماء جازمة من متى ما مهما أينما وكيفما وحيثما وأيان وأي هذول بنسميهم أسماء شرط جازمة كملها لفعلين الله يرضى عليه تمام يا جماعة؟ تمام فضروري أكون حافظهم لأنه في عندي سؤال بالكتاب باعتمد على فهمي لهذه الفكرة الآن شوفونا الأمثل اللي بين إدينا وبرجع وبعيد وبزيد أنا بالجزء الأول ما بدي أحكي بآليات الإعراض أنا بدي أعمل لك مدخل مفهوم لفكرة الجازم بشكل عام بالمثال الأول اللي بين إدينا لما أحكي لك من يدرس بجد يحقق مبتغاه في عنا أداة شرط جازمة لفعلين بما أنه عندي أداة شرط جازمة لفعلين معناته أنا بحكي بإيش؟ بحكي بأسلوب الشرط بما أنه عندي أسلوب شرط تعالي نحدد أركانه عندنا من؟ هاي عبارة عن أداة الشرط الجازمة جاء بعدها مباشرة يدرس هذا راح نسميه إيش؟ فعل الشرط من يدرس بجد شو ماله؟ يحقق إذن كلمة يحقق هاي راح نسميها إيش؟ جواب الشرط متفقين يا جماعة الخير من أداة الشرط الجازمة لفعلين؟ يدرس فعل الشرط ويحقق هو جواب الشرط تفرجوا لي على كل من الفعلين يدرس ويحقق راح تراحض معاي إنه فعل الشرط وجواب الشرط هم عبارة عن فعل مضارع شو ماله؟ مجزوم فعل مضارع مجزوم الآن السؤال شو سبب جزم الفعل المضارع؟ في أسلوب الشرط بكل بساطة بدك تحكيلي لأنه مسبوق بأداة شرط جازمة لفعلين ضروري تفهمها وتحفظها بهذا الشكل الله يرضى عليك في سؤال خاص بالكتاب بهاي الجزئية أنا أخذ لنا كمان مثال متى تدعو الطبيبة يأتي إليك مسرعاً؟ تعال أنا وإياك نحدد أسلوب الشرط مع بعض متى؟ هي عبارة عن أداة الشرط الجازمة لفعلين حدد لي الفعلين فعل الشرط وجواب الشرط تحكيلي تدعو هلا دائماً فعل الشرط مباشرةً بيجي بعد أداة الشرط فتدعو هذا فعل الشرط طب جواب الشرط متى تدعو الطبيب شو بيصير؟ يأتي هذا جواب الشرط متى تدعو الطبيب؟ يأتي طب أستاذي أشكال الأفعال هون شوية يعني غريبة علينا لا لا مش غريبة يا جماعة الخير تدعو اتفقنا على تسميتها قلنا فعل الشرط ويأتي اللي هي جواب الشرط أصل كل من الفعلين هذول تدعو ويأتي هو هيك يدعو أصلها يدعو أو تدعو آسف تدعو ويأتي أصلها يأتي هون صارت عندي فكرة الجزم بحذف حرف العلة رح نحكي بمفهوم الإعراب بوقته إن شاء الله ونفس الفكرة بالمثال الأخير متى أداة الشرط تزرعو تحصدو هنا عنا فعل الشرط وهنا عنا جواب الشرط السؤال اللي كنا طرحينه شو سبب جزم الفعل المضارع في هاي الأمثلة؟ بكل بساطة بدك تحكي لي لأن الفعل مسبوق بأداة شرط جازمة عشان هيك يا حبيبي بدك تحفظ لي أدوات الشرط الجازمة وتتذكر اللي أخدته بيه صف عاشر مبدئياً هاي الفكرة كافية بالنسبة إليك إنه أكون حافظ أدوات الشرط الجازمة لفعلين اللي هم إن سواء كانت حرف أو حتى بقية الأسماء هذا مدخل مفهوم لفكرة جزم الفعل المضارع الآن بدنا نبلش بدرسنا يا جماعة فصحصحوا معانا بكل بساطة درسنا شو هو؟ درسنا بيحكي عن قاعدة إشي اسمه أسلوب الطلب أسلوب الطلب وفعله المضارع المجزوم اللي عملنا لك يا المدخل عشان نصل لهاي الفكرة نحلل العنوان قبل ما نبدأ بالدرس درسنا بعنوان قلنا أسلوب الطلب شو يعني أسلوب الطلب؟ أسلوب الطلب يا جماعة في عنا باللغة العربية إشي بنسميه الإنشاء الطلبي بعلم البلاغة إشي بنسميه الطلب شو يعني الطلب؟ الطلب في اللغة العربية هو مجموعة كبيرة جدا من الأشياء اللي بيخصنا في منهاجنا الأردني هو فعل الأمر فعل الأمر يعني إذا بنشوف فعل الأمر بغض النظر عنه أي فعل أمر يسمى طلب عشان هيك سمينا درسنا أسلوب الطلب طبعا من ضمن الطلب في عنا النهي في عنا التمني في عنا الاستفهام والترجي والتحضيض ومجموعة كبيرة جدا من الأشياء كلها أنا غير مطالب فيها الله يرضى عليكم متفقيين مبدئيا اللي بدي إياك تفهمه هو كالتالي لما تسمع كلمة طلب اعرف إنه إحنا بنحكي عن فعل أمر ورح نسمي ونتفق على هاي التسمية إذا بنشوف جملة بتبدأ بفعل أمر فعل الأمر هذا رح نسميه بالطلب جملة بتدأناها بفعل أمر فعل الأمر مباشرة شو حنسميه رح نسميه الطلب الآن بعد فعل الأمر رح يكون عنا فعل مضارع مجزوم هذا الفعل المضارع المجزوم رح نسميه مع بعض يا شباب ويا صبايا رح نسميه جواب الطلب مرة ثانية مرة ثانية شو يعني أسلوب طلب باللغة العربية مبدئيا أسلوب الطلب بدك تحكيلي إنه يكون في عندي جملة تبدأ بفعل أمر هذا رح يكون اسمه الطلب وبعده رح يكون عندي فعل مضارع مجزوم هذا رح يكون اسمه جواب الطلب متفقين على هذا الكلام؟ جميل جدا أعطيك مثال بسيط مدخل للدرس شوفوا لي هاي الجملة لما أحكي لك أدرس تنجح أدرس تنجح تعال نحلل الأسلوب مع بعض فرزلي على كلمة أدرس إيش هاي نوعها؟ أدرس هاي عبارة عن فعل أمر واتفقنا على تسمية فعل الأمر بالطلب تمام طيب تنجح أستاذي تنجح هاي عبارة عن تنجح هاي عبارة عن فعل مضارع مجزوم رح نحكي هسة أو هسة هسة رح نحكي هسة بفكرة يعني كمان شوي بآلية الإعراض بس مبدئيا بدي أحل لأنا الفكرة حكينا أدرس هي عبارة عن فعل أمر واتفقنا على تسميته بالطلب وتنجح اللي هي الفعل المضارع اللي أجاب بعد فعل الأمر بدنا نتفق على تسميته بجواب الطلب أنا بطلب منك تدرس جواب الطلب إيش كان تنجح فهذا اسمه فعل آسف فعل الأمر اللي هو هنسميه الطلب والفعل المضارع اللي بعده حيكون جواب الطلب شوفونا المثال الثاني أيضا صوموا تصحوا صوموا تصحوا صوموا عبارة عن فعل أمر بما أنه فعل أمر معناته راح نسميه بالطلب الآن شو نتيجة الصيام تصحوا إذن هذا عبارة عن جواب الطلب وجواب الطلب يا جماعة الخير بدي يكون إيش فعل مضارع مجزوم فعل مضارع مجزوم فالفكرة الفكرة بكل بساطة من أسلوب الطلب إنسى أننا حكينا عن النهي والاستفهام وما بعرفه خلاص حطها قاعدة أسلوب الطلب بدنسبي إلينا على الأقل بمنهاجنا أسلوب الطلب إنه نبدأ كلامنا بفعل أمر راح نسميه طلب والفعل المضارع المجزوم اللي بعده راح نسميه بجواب الطلب فهاي هي الفكرة الأساسية من أسلوب الطلب وجوابه المجزوم يعني أن نبدأ بفعل طلبي يعني فعل أمر ثم نجزم الفعل المضارع في جواب الطلب هذا هو درسنا الآن بدنا نكمل درسنا بفعل يعني خطوة ثانية ونتعرف أكثر على فكرة الطلب وجواب الطلب مع بعض على بركة الله سؤال ثابت بالكتاب وإن شاء الله بكرة في الوزارة راح تشوفوه حلل أسلوب الطلب إلى أركانه شباب صباحي الله يرضى عليكم خلينا نتفق على التالي ممنوع تقرأ سؤال وتبلش تجاوب افهم السؤال إيش بده بعدين بتبلش تجاوب عشان تضمن العلامة الصحف يا جماعة أنا بدي أحلل أحلل أسلوب الطلب طيب من إيش بتكون أسلوب الطلب السؤال بحكي لك حلل أسلوب الطلب إلى أركانه الأساسية شو هي أركان أسلوب الطلب ضروري تكون تعرف أن أسلوب الطلب بتكون من جزئين أساسيا بدي يكون عندي فعل أمر فعل الأمر هذا اتفقنا على تسميته إيش بالطلب وبدي يكون عنا فعل مضارع وهذا الفعل المضارع هيكون مجزوم واتفقنا بالنسبة لآلية الإعراب رح نتركها للجزء الثالث فعل الأمر هو الطلب والفعل المضارع المجزوم اللي بعد فعل الأمر رح يكون اسمه جواب الطلب تمام يا جماعة يلا نبنش في التحليل أسلوب الطلب بالأمثلة اللي بين إيدي اللي هي أمثلة اللي كتاب مثال أول بيحكي لنا اعتني بالثروة الشجرية تحصل على هواء النقي بدي أحلل الأسلوب اللي بين إيدي أسلوب الطلب لأركانه الأساسية طب أستاذ أيش بدي أدور بكل بساطة طلع لي وين فعل الأمر اللي والله هاي أستاذ أول كلمة عندي اعتني قاعد بأمرني فهاي اعتني عبارة عن فعل أمر إذن هاي اللي راح نسميها بالطلب بكل بساطة طيب وين جواب الطلب من اسمه إذا اعتنيت بالثروة الشجرية شو هيصير تحصل لاحظ أنه تحصل عبارة عن فعل مضارع وكملها معي مع ليش فعل مضارع مجزوم طب شو راح نسمي فعل المضارع المجزوم اتفقنا على تسميته بجواب الطلب هاي هي الأركان الأساسية أني ألاقي الطلب وجواب الطلب الطلب هو فعل الأمر جوابه هو الفعل المضارع اللي بدي يكون موجود بعده ونكمل مع بعض قال عليه الصلاة والسلام أخلص دينك آسف يكفيك العمل القليل وين الطلب فعل الأمر هذا راح نسميه طلب لأنه فعل الأمر أخلص دينك شو بصير يكفيك إذن هذا اسمه جواب الطلب الموضوع بسيط جدا وهذا سؤال متأصل أصيل بالكتاب بدي يجيني سؤال حدد أو حلل أسلوب الطلب لأركانه الأساسية طلب جواب طلب الطلب فعل الأمر جوابه اللي هو الفعل المضارع المجزوم بعده نكمل مع بعض زر عجلونا تنعم بالراحة والجمال وين الطلب فعل الأمر اللي هو زر هذا اسمه طلب جوابه تنعم هذا هو جواب الطلب بكل بساطة الطلب فعل أمر جوابه بدي يكون الفعل المضارع المجزوم بعده تعرف تعرف الإنجازات السياسية في عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين تفتخر بها مش بالضرورة يكون عندي جملة صغيرة عادي جدا يكون عندي جملة كبيرة ما في عندي أي مشكلة تعرف هذا عبارة عن فعل أمر فهو الطلب طيب وين جواب الطلب إذا تعرفت على الإنجازات السياسية في عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم شو بصير عندي تفتخر إذن هذا هو جوابه جواب الطلب بدلالة أنه فعل مضارع مجزوم شفوا لنا بيت الشعر طبعا يا جماعة أرجوكي مش تشوف لي بيت الشعر تصير تهته في حالك و لسانك يتقلوا كأنك يعني من موليد واشنطن دي سي عادي جدا 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 الموضوع اقرأ بيت الشعر مرة وثنتين وثلاثة وحتى لو ما فينا المعاني الأفكار الأساسية اللي بدي إياك تكون فاهمها بدي تطلع لي فعل أمر وبعده فعل مضارع مجزوم ويخلف عليك وعليك أيه هذا الشاكي وما بكداءه كن جميلا ترى الوجودة جميلة كن عبارة عن فعل أمر فهو الطلب إذا كن جميل شو بصير ترى الوجودة جميلة إذن هذا جواب الطلب كن ترى كن ترى اتصف بالعدل والمساواة ترضي الله سبحانه وتعالى اتصف فعل أمر إذن هذا هو الطلب طيب وين جوابه إذا اتصفنا بالعدل نرضي الله فترضي هاي عبارة عن جواب الطلب وهو عبارة عن فعل مضارع مجزوم كمان شويتين رح نحكي بفكرة الإعابة اتفقين يا جماعة الخير إذن هذا سؤال أساسي ومهم جدا وبسيط جدا أني يكون عندي القدرة على تحليل أسلوب الطلب إلى أركانه الأساسية وأركانه الأساسية ركنين اللي هي الطلب وجواب الطلب نكمل مع بعض بالجزء الثاني وهنا حطنا الجمال هنا القاعدة الأساسية اللي بدنا نفهمها ونشتغل عليها نبدأ على بركة الله يلا يا شباب ويا صبايا تعالوا لي هون صارت الفكرة من الدرس احنا حكينا بالبداية بالمدخل عن حالات جزم الفعل المضارع أنه بالحال الأولى متى بنجزم الفعل المضارع حكينا إذا كان مسبوق بأداة جزم بالحال الثانية حكينا إذا كان الفعل المضارع مسبوق بأداة جزم أو بأداة شرط جازمة لفعلين اللي هي شكلت لنا فكرة فكرة أسلوب الشرط طيب بالطلب ليش بنجزم الفعل المضارع شو السبب في أنه الفعل المضارع اللي هو في جواب الطلب بيكون مجزوم هاي هي فكرة الدرس تعالوا معي لاحظوا معاي التالي يا جماعة الخير إنه جميع الأمثلة السابقة اللي أخذناها شكلت لنا ما يسمى بالنمط التعبير الخاص كلها مشت على أسلوب واحد هذا الأسلوب كان كالتالي كل الأمثلة بدأناها بطلب واتفقنا إنه الطلب هو عبارة عن إيش عبارة عن فعل أمر وكل فعل أمر أو كل طلب من هاي الطلبات كان إلو جواب وهذا الجواب كان عبارة عن فعل مضارع مجزوم تعال لذكرت فيهم وركز بهالكلمتين اللي بدنا نحكيهم بالمثال الأول حكيت لك اعتني بالثروة الشجرية تحصل على هواء النقي اعتني تحصل أخلص يكفيك زر عجلون تنعم تعرف الإنجازات تفتخر بها التصف ترضي واتفقنا للتذكير بس إنه كل ما بدأنا فيه اللي هو فعل الأمر هذا سميناه بالطلب وجواب الطلب كان هو عبارة عن الفعل المضارع المجزوم هذا جواب الطلب اعتني الطلب اللي هو فعل الأمر جواب الطلب اللي هو كان عندي الفعل المضارع المجزوم الآن السؤال السؤال اللي بتطرح نفسه شو هو سبب جزم الفعل المضارع في جواب الطلب الأفعال المضارعة اللي بين إيدينا هون شو سبب جزمها؟ تعال أفهمك إياها على أصولها أصل الجملة هاي كلها أو الجمل هاي كلها هي كالتالي المثال الأول اعتني بالثروة الشجرية تحصل على هواء النقي بتعرفي شو أصل الجملة هاي أصل الجملة هاي هي اعتني اللي هو الطلب هالصح اعتني بالثروة الشجرية فإن تعتني بها تحصل على هواء النقي هذا الأسلوب بتعرفوه طلع علي هون شو في عندي عندي إن إن هاي عبارة عن أداة شرب جازمة لفعلين تعتني هاد عبارة عن إيش عبارة عن فعل الشرط وتحصل هاي عبارة عن جواب الشرط اعتني بالثروة الشجرية فإن تعتني بها تحصل على هواء النقي لكن هون شو عملنا جينا حذفنا أداة الشرط وحذفنا فعل الشرط فصارت الجملة اعتني تحصل اعتني تحصل بطل اسمه أسلوب شرط صار اسمه أسلوب طلب فهمين عليه شو بحكي؟ تعالوا على المثال الثاني أخلص دينك يكفيك العمل الصالح أصل الجملة أخلص دينك فإن تخلص دينك يكفيك العمل الصالح أداة شرط فعل شرط جواب شرط حذفنا أداة الشرط حذفنا فعل الشرط تبقى عنا الطلب فبطلت هنا يعني فكرة جواب الشرط صارت عندي اسمها جواب الطلب طلب جواب طلب كانت بالأصل أداة شرط فعل شرط جواب شرط حذفناهم صارت عنا فكرة اسمه أسلوب الطلب فالبدي أوصل لك يا أن جميع الجمل السابقة تتضمن شرطا مقدرا محذوفا اعتني فإن تعتني تحصل زر فإن زرت تنعم كن فإن كنت ترى اتصف فإن تتصف ترضي حذفنا أداة الشرط حذفنا فعل الشرط أصبحت الجملة طلب جواب طلب ففي حقيقة الأمر جملة جواب الطلب هاي هاي الفكرة الأساسية من كل درسك جملة جواب الطلب هاي جواب الطلب هو عبارة عن جملة شرطية محذوف منها فعل الشرط وأداة الشرط فإجابة سؤالنا سبب جزم الفعل المضارع في جواب الطلب هايها بدك تحكيلي لأن جواب الطلب هيك لأن جواب الطلب هو جملة شرطية حذفة منها فعل الشرط وأداة الشرط هايك إحنا بنكون حكينا بالجزء الأول من فكرة أسلوب الطلب رح أوقف الفيديو وأريحكي شوية صغيرة وأبدأ معك بالجزء الثاني عشان نحكي بفكرة الإعراب إعراب الطلب وإعراب جواب الطلب والموضوع رح يكون معك شيء في غاية السهولة يعطيكم الصحة والعافية ومشوفكم بالفيديو الثاني